اتكلمنا معاكم في بداية البرنامج النهاردة عن الهجرة النبوية الشريفة وأهم الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واللي كانت مليئة بالأحداث والعبر كانت كمان فاتحة خير على نشر الدعوة الإسلامية خلينا نتكلم على تفاصيل أكتر مع دفنة المشرفة دكتور محمد وسام أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء صباح الخير لحضرك يا فندم كل سنة وحضرتك طايد صباح النهور كل عام وحضرتكم والسادة المشاهدين والمشاهدات بخير وصحة وعافية سنة جديدة إن شاء الله وعام مبارك كله أمل وكله إشراق اللهم أمين في البداية خلينا نتكلم مع حضرتك على الهجرة النبوية وأسبابها وكيف كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة من مكة إلى يثرب التي تمت تسميتها بعد ذلك بالمدينة منورة أحب أن أستفتح بخير الكلام في هذه المناسبة الرائعة مناسبة الهجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الظار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله بعنا فأنزل الله سكينته وعليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم فتح الله عليكم طيب هرجع تاني السؤالي مع حضرتك طبعا بعد خير الكلام يعني تكلمنا عن أسباب الهجرة النبوية وكيف كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كيف كانت حياته في مكة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبعه ده وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله بداية أهنئ نفسي وأهنئكم وأهنئ الأمة الإسلامية كلها وأهنئ سيادة الرئيس ويعني كل الشعب المصري بهذا العام الجديد هذا العام الهجري الذي نسأل الله تعالى أن يكون بداية جديدة وانطلاقة إلى التنمية وإلى القيم وإلى الأخلاق الحسنة وإلى مزيد من العمل الصحيح والأمل الفسيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصبر على اللأواء وعلى الأذى وكانت هذه المرحلة تعلمنا كيف يكون الإنسان في هدفه المنشود غاية في الصبر وغاية في العمل الدؤوب ومهما كانت الصعوبات مهما كانت التحديات ما دام لديك هدف فستصل إليه بإرادتك القوية والله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا في قوله وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ الصبر يعني العمل المستمر والإيقان يعني أنك تعتقد يقينا أنك ستصل إلى هدفك إيمانك بهدفك ونظرك إلى غايتك وكل الناجحين عبر التاريخ وكل العظماء كانت لهم أهداف فنظروا إليها بيقين وعملوا على تحقيقها بدأب وصبر فوصلوا إليها كانت الهجرة علامة فارقة في تاريخ البشرية لأنها انتقلت من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة وهنا يعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعامل الإنسان في كل الظروف عندما تتاح لك الإمكانيات وعندما تكون محدودة إياك أن تقعد إياك أن تتكاسل يعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان الصادق الذي يريد أن يترك أثرا طيبا في حياته والإنسان ذكرى عليه أن يعمل بدأ وأن يكون مخلصا فيما يفعل طيب قبل ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان فيه رحلة لكن عايزين برضو نشير لنفس النقطة كانت جمالة بكلم حضرتك فيها كيف تأمرت قريش على بني هاشم كيف كانت حياة النبي حياة كان فيها تعذيب وكان فيها إذاء للمسلمين كلهم نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أذيت في الله ولم يؤذى أحد وتكالبت قريش على بني هاشم لأن بني هاشم عرفوا هم أكثر الناس تصديقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أثر هذا التصديق ظاهرا في حماية عمه أبي طالب له وفي وقوف بني هاشم معه وتصدي قريش محاولة إثنائهم عن عزيمتهم جلس في الشعب ثلاث سنين صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه وكانت هذه المرحلة مرحلة صبر شديد ولكن في النهاية نريد أن نقول إن كل جزء من هذه المرحلة كان له بعد ذلك أثر في توطيد الإسلام لو لا هذا الصبر ولولا هذا العناء ما وجد بعد ذلك ذلك الرخاء في الدعوة إلى الله تعالى الإنسان يعمل في السراء والضراء الإنسان يعمل على كل حال لا يثنيه عن هدفه أي شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا حب الوطن من خلال هذه الهجرة وهو ينظر إلى مكة باكيا دامع العينين ويقول وَاللَّهِ إِنَّكِ لَأَحَبُّ بِلَادِ اللَّهِ إِلَيَّةِ وَلَوْ لَأَنَّ قَوْمَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا لنتأمل معا هذه الكلمات النبوية ونتفكر كما يقول العقاد التفكير فريضة إسلامية هو يخاطب من يخاطب الأرض يخاطب الجبال والله إنك يخاطب مكة طيب في أي لغة يخاطب الجماد في لغة الحب صلى الله عليه وآله وسلم علمنا الحب ليس حب الإنسان فقط حب الإنسان وحب الحيوان وحب الأكوان هو صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن أحد هذا جبل يحبنا ونحبه قالها عن أحد رغم أن المعركة التي أصيب فيها المسلمون بمقتلة كثيرة حصلت عند أحد لكنه يعلمنا عدم التشاؤل أحد جبل يحبنا ونحبه علمنا الحب مع الأكوان علمنا كيف أن الوطن هو موطن الحب لك وأنك إذا أحببته فتحت لك المغالق فيه لم يقل كما قال بعض المتشددين الذين أرفعون شعارات جوفاء يدعون أنهم يدعون إلى الله يقول لك الوطن حفنة من تراب عفن إزاي أصدقك أم أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة كانت تحكم بقوانين المشركين وكان المسجد الحرام مليئا بالأصناع لم يقل أنت دار كفر فلا علاقة لي بك ولكن نظر إليها باكيا محبا وعندما ذهب إلى المدينة قال اللهم أحبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد الناس ألوبها سيبها في مكة وهو أراد العودة مرة أخرى وهو أراد العودة وينظر وحتى يعني ينظر إلى مكة والله إنك لأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت يعني ولذلك لنلحظ في أول الوحي لما ورق ابن نوفل بيقول له إيه وسيخرجك قومك قال له أوا مخرجيهم هو قال له كلام كتير ولكن وقف عند دي هي اللي سماعت مع حضرته صلى الله عليه وآله وسلم أوا مخرجيهم وحد يتخيل أنه يسيب وطنه قال نعم لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا صلى الله عليه وآله وسلم إذن فالهجرة في الحقيقة درس عظيم في حب الوطن حب الوطن حب الوطن ده يخلي الإنسان يسعى دائما في أن يخلف خلفه أثرا طيبة ألا يفسد فيه ألا يخرب مقدراته أن يعمل دائما على أن يكون الوطن في نمو وتقدم على يده أو يد غيره سواء كان لك فيه تمكين أو لم يكن المهم أن أنت بتعمل ربنا في هذا الوطن الذي أكلت من خيره فلا يجوز أن تسعى في ضايره دكتور محمد حضرتك خلال حديثك ذكرت أنه مع الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة الإسلام أيضا انتقل من مرحلة الدعوة إلى مرحلة تأسيس الدولة أو مرحلة التشريع ووضع قوانين كيف أسس رسول صلى الله عليه وسلم لهذه المرحلة جميل هذا السؤال هذا السؤال أريد أن أنتقل إلى مشهد آخر وهو مشهد كبير أحبار اليهود في المدينة هو الذي ينقل لنا المبادئ التي افتتح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه المرحلة يقول إي عبد الله بن سلام وهو من كبار الصحابة كان وقتها كبير أحبار اليهود يقول لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن جفل الناس يعني خرجوا زرافات ووحدانا جماعات وفرادة يتفرجوا يقولون قدم رسول الله قدم رسول الله قال فخرجت أنظر في من ينظر فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول أول ما قال أيها الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام ده أول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أول مدخل المدينة شوف الفقرات النبوية كيف وأنها ترسم منهجا أيها الناس ما قالش أيها المؤمنون بيه خلي بالك المدينة كان فيها يهود وكان فيها مشركين وكان فيها مؤمنين بسيدنا النبي وبعد كده جاء فئة المنافقين كل هؤلاء يخاطبهم النبي بجميع قبائلهم وطوائفهم وتياراتهم أيها الناس أفش السلام ما قالش يسلم ده على ده وده ما يسلمش لا يعني عايز يقولك السلام ده ليس مجرد كلام بل هو منهج يعاش وحياة يعيشها الشعب كله أي أفش السلام إفشاء السلام هنا علامة على أننا نعيش في سلام وأن هذا الدين أوله سلام أما بيقولك أفش السلام وآخره سلام تدخل الجنة بسلام وأطعم الطعام شوف لما يبين قضية التكاف الاجتماعي مبادئ رائعة يعني لو فهمها الناس لعاشوا في سعادة كهذه المدينة التي أنشأ حياتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المبادئ العليا والمثل السامية الراقية أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام العلاقة مع الله سبحانه وتعالى يجب أن تنطلق سلوكا وتعاملا حسنا بين الناس لأن تكون مجرد كلام يقال أو أفعال تحكى أو طقوس تؤدى من غير مضمون من ثبارهم تعرفونه فاستبقوا الخيرات ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم طب نعمل يبقى مع هذا الخلاف الذي أراده الله بين البشر ألف استبقوا الخيرات يعني كل واحد منكم يبين ما عنده من القيم التي تثبت أحقيته للانتشار بين الناس ونشر الحب والسلام بين البشر عظيم أذكر في هذا المقام أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان يسير مع أحد القساوسة في سفر مسافر معاه ففرق بينهما شجر فلما التقى قال له عبد الله بن مسعود السلام عليكم فقال له بعض أصحابه يا أبا عبد الرحمن تسلم عليه قال نعم حق الصحبة صحبة في سفر مؤقتة فما بالك بمواطنة مستمرة ووحدة مصير وطن فما بالك بمن وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام يعني وصى بهم أعظم توصية بأهل مصر بالأقباط قال استوصوا بأهلها خيرة فإن لهم ذمة ورحمة لما دخل عمر بن العاص إلى مصر سأل عن كبيري عن بن يمين بطريارك النصر الأقباط فعلم أنه في صحراء الصعيد هارب من البيزنطيين الروم المسيحيين برضو لكن اختلفت الطائفة ظلم بأ وقتلوا أخاه ومن معه من القساوسة فأرسل إليه رسالة من عمر بن العاص إلى بن يمين بطريارك النصر الأقباط ارجع سالما آمنا لك عهد الله وسلامه وأمانه لتدبر سياست كنيستك وطائفتك فرجع وجلس على الكرسية البطرياركية في الإسكندرية من يومها إلى يوم الناس هذا ونحن في أعظم تجربة للتعددية الدينية في البشر وهذا هو دين الإسلام هو ده اللي بدأ أيها الناس أفشوا السلام كل دي تجليات كلمة أفشوا السلام والصحيفة بتاعت المدينة التي وطد بها هذه المواطنة أول صحيفة أول صحيفة دستورية لتثبيت المواطنة بين طوائف الشعب وأن لنا ما لهم وعلينا ما عليهم من حقوق وواجبات عظيم إذن هي رحلة زي ما كنا بنتكلم مليئة بالتفاصيل ومليئة بالمعجزات منذ أن قرر نبي صلى الله عليه وسلم أنه يهاجر من مكة ويصل إلى المدينة وزي ما كنا بنتكلم عن الرحلة وكانت رحلة شقة رغم أنها كانت شقة إلا كانت مليئة بالتفاول لما كان قريش رصدت مئة ناقة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلاحقه بريدة بن الأسلمي في سبعين فارسا وهم ثلاثة فقال من أنت قال أنا بريدة فنظر إلى أبي بكر وقال برد أمرنا يا أبا بكر بريدة شوف خدها من الإسم قال من من قال من أسلم قال سلمنا يا أبا بكر ودار بينهما كلام هو جاي علشان يؤبط على سيدنا النبي عشان يأخذ الجايزة فأسلم بريدة ومن معه وصاروا مع رسول الله لا عليه شوف التفاول يعني يعني سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا صنع التفاول وكما يكون ظنك بالله كما يغير الله لك الكون من حولك طيب إحنا للأسف وقتنا بينتهي لكن قبل ما نختم فقرتنا هل في أدعية محببة لنهاية العام وبداية عام هجري جديد نعم نعم استحب العلماء في نهاية العام ونحن نختم فترة من حياتنا ونبدأ فترة جديدة فندعو الله سبحانه وتعالى في نهاية العام اللهم ما عملنا في هذا العام من عمل كان خيرا فتقبله منا وما عملنا فيه من شر وأسأنا فيه إلى أنفسنا فاغفره لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وندعو أيضا في بداية العام الجديد اللهم إن هذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت لا نملك فيها غير دعائك فاسترنا فيما بقي واحفظنا فيما مضى واحفظنا فيما بقي مواسم كلها تعلم المسلم كيف يستفتح وكيف يختتم فاللهم اختم لنا هذا العام برضوانك واستفتح بنا العام الجديد بكرمك وإحسانك واجعلنا يا ربي ممن دعاك فأجبته وممن سألك فأعطيته احفظ لنا مصرنا واحفظ أوطاننا ووفقنا لما تحب وترضى واجعلنا ممن أكرمتهم بحسن الخلق وأكرمتهم بالنفع للناس واجعلنا يا مولانا من المهتدين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله صلى الله عليه وسلم نشكر حضرتك جزيل شكرا دكتور محمد وسام أمين لجنة الفتوى بدر الإفتاء نورتنا ومشكرك على كل هذه التفاصيل ونورتنا في سبع الخير يا مصر كل سنة وحضرتك طيب مرد كل عام وانتم بخير وستدى المشاهدين والمشاهدين وحضرتك طيب بخير